تصريحات رسمية عن صفقة القرن وعلى فكرة هذه التصريحات لي علاقة بمصر فمهم جدا ان انا انقلها لحضراتكم واشرحها لحضراتكم كان فيه فيديو متداول في السوشيال ميديا عن بعض المواقع ان مصر ستعطي جزء من سينة بجانب غزة وهي دي هتبقى الدولة الفلسطينية الجديدة النهاردة بشكل واضح جدا مبعوث السلام للشرق الاوسط جيسون جرين بلات جيسون جرين بلات قال يا جماعة ما فيش اي حاجة من الكلام ده قال ايه قال احنا مش هناخد حاجة من مصر مش هناخد حاجة من سينة ده كلام الراجل المسؤول الامريكي كان بيتكلم مع عدد من الصحفيين فبيقولهم يا جماعة احنا الكلام المتداول ان مصر ستتخلى عن جزء من سينة جنب غزة عشان يتعامل الدولة الفلسطينية هذا الامر غير موجود وقال انه لو سمحتم بلاش اشعاد و لو سمحتم ما حدش يردد هذا الكلام فكل الناس اللي بتردد ان صفقة القرن ان مصر ستتخلى عن جزء من سينة ويتم الحاقه بمنطقة غزة هذا الامر منفي من الامريكان وكانوا ممكن يصمته ولكن مسؤول رسمي امريكي قال هذا الامر غير موجود هو مبعوث السلام لمنطقة الشرق الاوسط وقال ارجو انه الناس كلها تستنى عشان تعرف ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل كوشنر كان قاعد مع مجموعة ايضا من الصعفيين وقال لهم القاتل قال لهم يا جماعة احنا حنعلن عن صفقة القرن بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية وبعد شهر رمضان يعني ايه يعني في شهر يونيو القادم في منتصفه او في اخره سيتم الاعلان عن تفاصيل صفقة القرن فحضراتكو عندكو خبرين واحد بيتكلم انه غير صحيح ان مصر مطلوب منها انها تتخلى عن جزء من سيناء والخبر التاني بيتكلم انه سيتم الافصاح عن صفقة القرن بعد رمضان ممكن اقول لحضراتكو حاجة من عندنا لا هي في الخبر ده ولا في الخبر ده انه يبدو انه التأجيل المستمر بسبب معرضة دول كثيرة في المنطقة العربية للصفقة الصفقة تم عرضها وهناك دول عربية رفضت هذا الامر النهاردة الفلسطينيين بيتكلموا بشكل واضح ان المملكة العربية السعودية قالت لهم انه لا يوجد تغير في الموقف السعودي وما سيوافق عليه الفلسطينيين هو ده اللي احنا هنعتمده يعني كان هناك تخوف فلسطيني من انه ممكن يكون فيه اي صفقة فيه الخفاء النهاردة فيه اخبار طلعة انه المملكة العربية السعودية قالت للفلسطينيين لن نفعل شيء الفلسطينيين مش عايزين حط التلات اخبار دول مع بعض وفهم ايه الموضوع لا تنازل مصري الصفقة مازالت متعترة واضح جدا في هذا الامر لانه كوشنر قال ايه قال تعبير واضح جدا قالك اصل الصفقة دي محتاجة تنازلات من جانبين طبعا احنا فهمين الامريكانة ما يتكلموا عن تنازلات قد ايه التنازلات العربية قدام التنازلات الاسرائيلية فحط التلات اخبار دول مع بعض انا حابب حضراتكو تبقوا فهمين ايه اللي بيحصل في موضوع صفقة القرن لانه ده موضوع اهم بالمناسبة النهاردة رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبطور عامل فيديو وحطه على الصفحة بتاعته بيتحدث على انه يعني اسرائيل دولة متقدمة ودولة يعني مش لازم نخاف من العلاقة معها وان العدو الرئيسي هو ايران وحاجات كده انا بقول لي بس الاستاذ خلف الحبطور وهو صديق عزيز بقول له لو سمحت حضرتك اللي تفرج على الفيديو بتاعك يتخيل ان احنا مثلا حطين اسرائيل تحت رجلنا وبندغط عليها ومش عايزين نتعامل لا ابدا الوضع غير حقيقي خلي اسرائيل تدينا الارض واحنا نديها السلام المبادرة العربية استاذ خلف واضحة الارض مقابل السلام مبادرة الملك عبدالله في قمة بيروت كانت واضحة ادينا حقوقنا واخد حقوقك مش ممكن اسرائيل هتاخد الارض والسلام مع بعض واحنا ما ناخدش حاجة خالص يعني ضم القدس ضم الجولان والاتجاه اللي ضم الضفة الغربية ماذا اخذنا ليه نعمل معهم علاقات نسيب موضوع ايران على جنب يعني احنا مش عايزين نقارن بين امرين كلاهما شر كلاهما شر انا بقول لبس لسيد خلف الحبطور انه ارجوك الوضع مش زي ما انت متخيله مش ان اسرائيل بتجري ورانا باستلام واحنا اللي مش عايزين اسرائيل تجيب لنا حقوقنا وتاخد حقوقها هو ده الوضع اللي احنا بنتكلم فيه اشتركوا في القناة